كين فئات كثيرة الحمد لله لك تتحسن الفقير وكين شي فئات قليلة ولكن تمنى الله يديهم وصافي وكين وكين ماشي كين كل شي هو صراحة وكين واحد ضروري يكون الإيمان قليل يكون إنسان عنده ولكن بالنسبة لي أنا أكدوش عليك كان صومو في سبيل الله وصافي ولكن ماشي شي مهم بنادم ما كيصومش على أساس أنه باش يحس بالفقر أولاً بعدا أول حاجة كيصوم بنادم كمسلم والصوم من أركان الإسلام يعني خصوه يصوم فمتي هذي أول حاجة ما باش تقول لي كيصوم باش يحس بالفقر وكي قلت لك رأى المغاربة العام كامل وما يحسن بالفقر ما شغال العام كامل يعني حياته تقريباً كامل لما الصغور ديالي وطل الكبر الوقت يحس بالفقر الخدمة ما كيناش حم حاجة ما مفراش إعني ما تتتيجر المدية باش يحسبه الفقر ونت واحد أصطاً عيش فقير عايش في الفقر وبيتسنا تتتيجر المدية عادوا يحس بالفقر يعني يدي ما ممتافك شمعة يشي لي كين بئد النفس تتكون عندما أدلقها ديال منتي أصف يتنصون معنا يا أخصين مغصننا قلتاً نحس بالفقر أول شيء أدلت تتكون بئد النفس ماشي بزاف لتتكن بأدل النس ماشي بزاف آه كنصوم كنحس بياحص فعلا الشباب يدركون ولهم شعور ولهم إحساس بالآخر حين يزع فمن فهم أن رمضان هذا السهر في أن تتحرم من الأكل والسرب ولكن هناك إحساس للآخر الذي هو محروم من غير شهر رمضان فهو محروم بحاجة إلى من يعوزه ومن يساعده ومن يعظره على فقره وعلى إذن هذا الشعور هو كائن فعلا ونظرة استيعابية من الشباب المغربي إلى الفقارة فعلا رمضان قلت لك غادي تصوموا وغادي تصوموا الراسك وغادي تصوموا الرب ما غادي تصوم على شيء واحد آخر المغربة باش يقول كنصوم باش نحسب واحد آخر فاقر اسمح لي جمع كين شخصا علاش كنصوم الراسي كنصوم الراسي وكنصوم الرب ما غادي تصوم فاقر غادي تصوم انايا باش نحسب واحد ما عندوش فلوس سانايا نفوا ما عاد مع الفقر و والفقر مسكين تصوم انتاك تصوم ما تشلي كين هو يلاسام غا يحسبك انت عندك فلوس ما يحسبك دونك ما بيتيت تعاونوا عاونوا ما باش تقول باش نحسب الفقر ما كين مي غير اتفليا انا شخصيا تحسبي في العام كله وشيغي في رمضان من اللي تنكون تنشوف باقي الناس تيقلبوا في سطولة دزبل باش يقلبوا عن الماكلة انا تمكا نحسب بالجوع دي الهم و الفقر دي الهم وبالهذا فانطن منتنا وش حتى الرمضان عاد نحسوا بالجوع تيخصنا نحسوا بها في العام كله اشتركوا في القناة